موسيقى ولسا مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا للفقرة الطبية معروف دايما ان طبيعة جسم المرأة بتحتاج لفيتامينات ومعادن بشكل مستمر ودائي على عكس طبعا الرجل وطبعا ده بسبب المراحل العمرية والظروف اللي بتمر بيها المرأة بداية من سن البلوه والدخول في فترة المراهقة استمرارا بمرحلة الزواج والحمل والولادة والرضاعة وبعدين بلوغ سن الأربعين وانتهاءا بالوصول لمرحلة انقطاع الطمث وفي كل مرحلة احتياجاتها للفيتامينات أكيد بتختلف من حيث الكمية النوعية وفي بعض البنات والسيدات حقيقي ما بيكونش عندهم فكرة ان الفيتامينات والمكاملات الغذائية دي مفيدة ديهم جدا ولصحتهم بشكل عام علشان كده النهاردة هنتكلم في فقرتنا أكتر عن أهمية الفيتامينات لصحة المرأة ومن سن كام تبدأ البنت تاخد مكاملات غذائية وإيه هي نوعية وكمية الفيتامينات المنفروض أو الممكن تاخدها في اليوم كل ده وأكتر هننعرفه النهاردة مع ضفتي اللي مش عرفاني منوراني في الستوديو دكتور دينا أبو سعود المستشعر الطبي لشركة بايو ناتر أهلا وسهلا يا دندون أهلا بيك يا حبيبة قلبي منوراني موضوعاتك سبقاكي حبيبتي لا وقصة النهاردة الموضوع النهاردة مختلف ومهم وطبعا الست هي كل حاجة نص المجتمع وهي عماد البيت وهي عماد البيت وهي اللي بتربي أجيال كل أم كل أخت كل حاجة في الدول فلازم نهتم بيها في كل مراحل حياتها صحيح أنا عجبتني جدا فكرة في المقدمة أنه بداية من سن البلوغ وحتى آخر مرحلة هي بتمر بيها بعد الولادة والحملة والرضاعة والحاجات دي فعلا جسمها بيمر بمراحل مختلفة طبعا حقيقي ربنا خلقها طبعا ليها أكيد فيسيولوجيا ليها شكل وتكوين مختلف يتحمل حاجات الرجل ما يتحملهاش لكن خلينا نتكلم بقى بداية بالموضوع ده البنوتات اللي لسه ناخدها من وهي طفلة بقى نقول وهي دوتي في سن البلوغ هل فعلا لازم بقى ندعم بفيتامينات البنوتة اللي صغيرة زي أطفالنا وأولادنا كلهم دلوقتي ولا بقى نعمل إيه يعني أمتى نفكر الفكرة دي ونقول هم محتاجين دعم فيها السيدات والبنات في كل مراحل عمرية محتاجين فيتاميناتهم عادن أكيد أنت بتلاقي بنت صغيرة في السن وشعرها في تجعيد وشعرها بيقع بنات في العشرينيات طول الوقت بيشتكوا من شعرهم ودوافرهم ده نقص ده سوق تغذية على طول سوق تغذية وأحيانا سترس يعني برضو الطالبات اللي بي عندهم مواد كتير ومذاكرات ممكن يلجأوا بيحصل لهم سترس السيدات وقت الدورة بيحصل سترس لأن تغيير الهرمون ده كله بيعمل سترس أحيانا بيجي للست اللي بتولد اكتئاب مع بعض الحمل هرمون الديستربانس رهيب بيجيب لها سترس صحيح الست بعد الخمسة واربعين بيحصل مشاكل شوية في عظمها فنتيجة نقص الكالسيوم فكل طول الوقت بتحتاج معادن وبتحتاج فيتامينات بتحتاج مكملات وبتحتاج مكملات غذائية في كل الحاجات وعلى طول بقول أن السيدة يمكن اللي عاطفها بتقودها أكتر فعلى طول بقول بنحاول أن الستات ما يحصل لهاش سترس طول الوقت لأنه عندما حصل سترس بتلاقي على فكرة مع السترس جسمك منفوخ لأن الكتي بتعليل كورتيزول أصلا وتبقى مش عارفة السبب وتبقى مش عارفة السبب بالزبط ما باكلش بس حاسة أن الجسم معبي ميا صحيح فلازم نحاول نحد من القصة دي ونبقى اوبتوميستيك وناخد ألبا مالتي فيت بقول لكل ست وكل أم بتتفرج علينا وكل بنوتا من ساعة ما شفتيني دلوقتي إبدأي استخدمي ألبا مالتي فيت هسألك السؤال اللي ممكن أي حد يسأله ما كان إش معنى ألبا مالتي فيت ألبا مالتي فيت هيبقى داعم لها جدا للمناعة داعم لها جدا للضوافر والشعر والبشرة داعم لصحتها النفسية داعم للتمثيل الغذائي يعني إيه بقى تمثيل غذائي يعني الرجالة حرقهم أعلى من الست ده الطبيعي لأن الرجالة جسموهم عضلات أكتر الستات إحنا دهون أكتر المحزوزين المحزوزين فلازم تدعم بقلبا مالتي فيت لأنه بيحتوي على عقلة فيتامين به الكاملة فهتلاقي سرعة الحرق عندها عالية وتلاقي النشاط عندها أقوى يعني أنت بتحرقي الضهون اللي عندك فتلاقي قردي نشاط وعلى فكرة التمثيل الغذائي مش بس للحركة البدنية التقاط اللي احنا عارفينها كل حاجة في جسمنا محتاجة تقاط النقل الهرمونات محتاجة تقاط النقل الخلايا المناعية في الدم محتاج تقاط نقل الأكسوجين من الرئة للخلايا محتاج تقاط التنفس النفس بتاعي حتى وانا نايمة ده طاقة على فكرة فكل التقاط دي بناخدها المفروض من الأكل طب باكل لك الحرق عندي ضعيف الأكل بتحول بتخزن في دول لأكلي وخذي قلب مالتي فيت لأنه بيحتوي على فيتامين به اللي هيحول للأكل الطاقة يعني عايزة تقولي طب ما هو ممكن يقولك طب ما فيه مكملات فيها فيتامين بي ولا أنت عايزة تقولي أي من نسبة لمجموعة الفيتامين بقول على ألبا مالتي فيت أنه دخله مجموعة فيتامين به كلها بتلاقي مجموعة كلها يعني بتلاقي زي نادرا ما بتبقى مجموعة مكامل غزاء بتلاقي فولك أسد لوحده بتلاقي الكوبالامين لوحده بتلاقي نايتين وثايمين ورايبروفلافين مع بعض هم أعتقد سبعة يعني عندي فيتامين به واحد واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واثناشر طيب صعب جدا تلاقي في مكمل واحد ملم بدكل ممكن تلاقي مكمل فيه كل حاجة ما فيش الكوبالامين طب أنا عايزة الكوبالامين لأن الكوبالامين هو اللي بيدعم لكورات الدم الحمراء صح وبقتر أخده من مصدر خارجي أو أخده إنجيكشن بالضبط وبقول لكل ست أن قلب مالتي فيت مهم لها لأنه بحتوى على فيتامين إي فيتامين إي مضاد للأكسادة وإذا ساعات بيقع من الناس كتير عفاك هم بيبوهوش مش بيشترو بياخدوه الواحد فهو أحسن يبقى داخل ضمن مجموعة أو ضمن قرصة أنا باخده طبعا فيتامين إي مهم لهم في مضاد للأكسادة رقم واحد بيحمي من أشعة الشمس الضرة رقم اثنين بيعزز الدورة الدموية في المبيض فبيحسن الخصوبة بشكل ما كويس وانت قريدي لما بتاخد حاجة أنت أكسيدنت يعني بتقلل الالتهابات فقريدي الدورة الدموية عندك بتتزبط طبعا صحتك في قرص واحد يوميا طبعا الصورة اللي احنا شفناها ده فيتامين سي وده فيتامين إي والكوبالامين وعندك كمان الكالسيوم أنا مهم جدا أقول لكل ست أن قلب مولتي فيد فيه كالسيوم ده مهم احنا منحتاج الكالسيوم طول الوقت طبعا الجسم لا ينتج الكالسيوم الكالسيوم مهم لتكوين خلايا العظام مع الكالسيوم لازم نعمل مونيتر برضه أقول لفيتامين دال ما يقعش مني صحيح يبقى الفيتامين دال بناخده يقام من الشمس من ربع ساعة في يوم أو لو أو سابليمنت من بره لو أنا عندي الفيتامين دال ناقص خلوا بالكم فيتامين دال 90% أنا واحدة من الناس عندي فيتامين دال ناقص وعالطول الوقت يقع ولازم نكمله لازم أكمله ما فيش جدال طيب ألبي مولتي فيد أقول لكل ست أنك هتستخدميه قرص واحد بس في اليوم بس ما تقطريش عن كده هتخديه بعد الفطار أو بعد العشاء هو فيتامين هو مش دو هو فيتامين هيدعم الصحة هيدعم الصحة النفسية هيدعم التمثيل الغذائي هيتشتغل كأنتي أكسيدنت هيدعم المناعة هيدعم صحة شعري البنات اللي بتشتكي من شعرها اللي بيقع ما إحنا لسه عندنا أسئلة بس أنا هقولك بس ما تكملي حديثك أه وعايز أقول كمان يعني مع الأسئلة لو فيه سؤال على الشعر لازم أجاوب عليه برضو لأنه مهم جدا موضوع الشعر ده البيوتين مهم للشعر البيوتين السيدات حتى أصحاب الأمراض المزمنة ضغط سكر قلب كوليسترول بياخدوا قلب مولتي فيت مع الأدوية اللي الدكتور بيكتبها في الرشيتة بتاعته هاي لأنه هو في الآخر مكمل غذائي بس هو الفيتامين بس طيب دلوقتي بما أننا اتكلمنا عن الشعر إزاي أعرف أنه محتاج لفيتامينات ومعادن وهي أهم الفيتامينات والمعادن لصحة الشعر ده من ضمن الأسئلة اللي جاية وفيه كمان سؤال عن الرموش عن الرموش مافيش بنت إلا وتلاقيها دايما بتدور وعايزة رموشها طويلة وكثيفة والفيتامينات والمعادن هل فعلا ممكن تساعد في ده أولا صحة الشعر في حاجات كتير بنعملها بتبوز شعري ماينفعش شخص الشعري كل يوم مرتين في الأسبوع مرتين حلو قوي بس ماينفعش لما أجي أعمل بونيتيل أنا بحب أنم شعري فبشد عليه قوي بيبتدي من الحل من هنا دي حاجة ماينفعش كل شهر أعمل سابغة برضو الشامبوهات نحاول بقدر الإمكان نخليها من الصلفيت السشوار عمال على بطال أنت بتبخري الميا فشعرك بيقصف مش كل يوم سشوار خصوصا في الوقت اللي أنتو فيه بقى في الساحل في الأماكن المصيب أنتو مش محتاجين تعملوه أنا في المصيب مش هتلاقييلي صورة وأنا مستيبة شعري بنمو على طول طيب محتاج شعري من أهم وسوء التغذية دي بقى على الشعر في شكل علبة البة ملتيفيت عشان لو حد عايز يصورها بالزبط محتاج شعري محتاج بيوتين موجود في البة ملتيفيت محتاج زينك موجود في البة ملتيفيت محتاج فيتمن سي موجود في البة ملتيفيت محتاج الكوبالمين اللي هو وهو بيدعم كرات الدم الحمرة موجود في ألبا مالتيفيت يبقى هناخد ألبا مالتيفيت قرص واحد وأتأكد أن أنا أعمل صورة الدم بتاعتي أن الحديد عندي مش وقع أكيد الحديد لو وقع شعري هيقع ده أكيد واتطمن على الغودة الدرقية بتاعتي أن ما فيش خمول يعني أشوف هرومينات الغودة الدرقية أنها كويسة واتطمن على إنزيمات الكلة كويس كل الحاجات دي لأن الكلة لو فيها مشكلة بتصرب لي البروتين فالشعر محتاج بروتين فمع كل الكلام ده ما تطمنت على نفسي أني ما عنديش عرض أو ما عنديش مرض عندي بس نقص فيتامينات ومعادن واللايف ستايل اللي قلت عليه أشرب مياه كويس قوي لأن الجفاف بيوقع على الشعر مع قلبا مالتيفيت قرص واحد هتقول لي طب إمتى ألاقي نتيجة يا دكتورة دينا في خلال شهر أهم حاجة الاستمرارية كل يوم قرص لأن الشعر بيحتاج وقت أنت عارفة شعر نموه شعر تلت مراحل أيها فبيحتاج وقت أن أعيد بناءه بشكل صحي بس والرموش كذلك الرموش برضو بقولي البنات بلاش طول الوقت نحط الرموش اللي هي البرماند دي يا عظيمة اللي هي بتتحط بشبوع اللي بتقعد بالفترة دي بزرط لأن الجلول اللي بيلزق بيها دي يا جماعة أولا بينسف بينسف كل الرموش وبيرمسعات حساسية للناس اللي عندها حساسية بزرط ماينفعش يستخدموه بس يعني لما تيجوا تشروه سيبوا أسبوع البوسيلات تنفس بس أكسوجين وارجعوا حطوه تاني بس أنا بحب رموش اللي بتتشاله بتتحط ده لو فحلة آه الواحد مضطرر بس يمكن بنات في الساحل يقولك أنا لسه هحط وشيل أنا بحطه تلات شهور ده كتير جدا كتير فده برضو بيأثر حتى ده كاترة للعيون يقولك لازم لما نيجي نمسع حتى مكان الميكب الطبيعي أو نخسل وشنا ده روي مكان الرموش ده نعمله كويس ويطلع بقية الحاجات أنا بكلم حضراتكو لأنه فعلا دي حقيقة احنا كنا بنعاني منه صح أنا جالي قبل كده حساسي بسبب الميكب وكان في الوقت ده كان بسبب المسكرة اللي بنحطها في رموشنا وأهم حاجة أن نخسل وش قبل ما نام ميكب آه ده مهم في بنات بتنام بالميكب آه ده 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 كده معلومة مهمة آه يعني إحنا بقى بصوا موضوع الميكب ده بليز يا جماعة والله حتى لو مرهقين وتعبنين آخر حاجة بجد لازم تمسحوا الميكب قبل ما نام لابد أن تتنفذ بنات و لا أستطيع أن تنام كل الفونديشن لابد أن أخذ وشي جيد قوي و أضع الترتيب قبل أن أنام هايل، عندنا بعد الوقت، دعنا نقول في الوقت، في أعراض تعني ممكن تظهر لنقص الفيتامينز هناك بنات تقول لك، أنا عندي بشرتي بهتا وتحت عناي ساعاتي زالهم شوية هلات صودة وبعدها تبدأ تحس بالإجهاد على رغم أن تأكل كويس، لا يوجد مجود في حاجة هذا يمكن أن يكون ساموا بأي برد البشرة الشحبة، يجب أن نتأكد من مستوى الحديد أرجع أقول أن أعمل سي بي سي بتاعي صورة الدم الكاملة و تطمن على نفسي تمام من أهم الفيتامينات للبشرة، الكوبالامين وهذا هو فيتامين بها 12 هذا الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء فإذا عزز الدورة الدموية، فهوش لا يبقى الشاحب وشحوب البشرة نتيجة نقص الكولاجين بعد سن 25 سنة، بروتين الكولاجين تدريجيا ينقص طب أعمل إيه؟ بستخدم أو باخد فيتامين سي اللي بيعززلي على إنتاج الكولاجين فيتامين سي موجود في ألبو مالتي بيت طبعا طريقة الحصول على ألبو مالتي بيت سواء السادليات اللي قلت عليها أو السلسلة السيدلات المعروفة سواء الأرقام اللي ظهر على الشاشة فلس بقول للسادة السيادلة أننا متوفرين في الشركة المتحدة للسيادلة الكود بتاعت السيادلة ده طبعا الصورة دي خاصة للسيادلة مش للناس يعني الكود للسيادلة بتاع ألبو مالتي بيت 83 205 دي الكود بتاع اليونايتد كامبني أو الشركة المتحدة للسيادلة بلس أن عندنا صفحة على الفيسبوك للاستفسار عن أي سؤال يخص ألبو مالتي بيت اسمها بايو ناتشرال هاي الخيارة بس نوضح للناس فكرة كود السيادلة ده لو حضرتكم رحتوا السيدلية ودخلتوا ملقيتوش مثلا الفايتام من المكام الغذائي ألبو مالتي في الحالة دي هتطلبوا من الصيدل يطلبوا عن طريق الكود بتاع السيادلة عشان الناس ما يختلطش عليها الأمس طيب هقولك بقى أسئلة من أسئلة المشاهدين طيب في بقى بيكلموا عن رائحة البنت في بنات بالرغم من اهتمامها بالنظافة إلا أن ساعات بتستخدم بيرفيم أو دويدرنت مثلا موزيلات عرق بس بتطلع معها رائحة أحيانا لا تبقاش لطيفة هل ممكن رائحة العرق المفاذة دي تبقى لها علاقة بالفايتامينز؟ ممكن يبقى لها علاقة بالنصف فيتامين بيه فيتامين بيه هو الديتوكس فيكيش متع الجسم كله مع النظافة الشخصية وفي بعض الأكلات أكيد يعني بتعمل رائحة أحيانا أكيد ماشي بس هي بتتكلم اللي هي الحاجات الأيوة صح في بعض الحاجات اللي فيها ناس بتطوم فيها عالية أو المقددة اللي هي بتبقى زي البسترمة يعني حاجات من الحاجات دي والحلبة على فكرة الحلبة بس الحلبة رائعة مهمة الحلبة دي صيدلية لوحدها بس لو شربت حلبة هتبقى مصيبة بيقولوا ما نخرجش لا أقولك بقى على طريقة بمن احنا تكلمنا مع دكتور دينا بقى أنسب لا ولا باللبن أنسب طريقة للحلبة عايزينها ما تعملش رائحة يا جماعة هتجيبوا معلقة الحلبة وتحطوها في الكباية وإغلوا الماية الصخنة من الكاتل وصبوها زي الشاي صبوها عليها وصبوها شوية ثلاث دقايق واشربوها هي دي الطريقة اللي هتستفيد منها وفي نفس الوقت تبقى ما بتعملش رائحة لأن أنا بحب الحلبة جدا على فكرة أنا بحب الحلبة الحصك جدا فبشربها كتير وعندي حدة الفكرة أن هي مرتبطة بالرائحة دي مهمة بالنسبة لي فأنا فضلت وراء الموضوع لحد أكتشفت الطريقة الجهنمية إلا لو أنا بقى بعمل حلبة حقيقة يخش بيت إيه الريحة دي لهم حلبة يا جماعة هو ده عشان في البيت لكن إحنا لو عملناها كده صدقيني والله بكرة تنزل باكتز على فكرة بكرة هتشوفه في تيكره هتنزل باكتز بتعمل زي الشاي تيباكز على طول طيب خلينا نقول بقى طيب غير البنوتات اللي هما بيقولوا فكرة بقى أن في رائحة وفي حاجات كده دلوقتي في رجال لما بيروحوا الجامعة وبيتمرانوا الرياضيين طبيعي هما بيبقى ليهم طبعا أكيد تغزية معينة هاي بروتين وبيبوا ماشيين طبعا أكيد مع الكوتش بتاعهم صح كده قولنا بقى ممكن ياخدوا الالبا مولتي فيت بالنسبة لهم آمن وياخدوا فتلات طويلة وهيبقى إفاكتف معهم فعال بنصحهم بالبا مولتي فيت ده أكيد أكيد ليه لأن البا مولتي فيت هيدعم لهم منعاتهم جدا هم محتاجين يعالوا منعاتهم في الرياضة هيدعم لهم النشاط جدا لأنه بيحتوي على فيتامين بي هيدعم لهم أعصابهم لأنه بتلاقي كثير عايزين بياخدوا بروتين وكل حاجة بس عايزين قوة أعصاب ألبا مولتي فيت بيقوي الأعصاب جدا لأنه بيحتوي على كل عائلة فيتامين بي بيدعم لهم العظم لأنه بيحتوي على كالسيوم هيخدوه وبيتعام لهم طبعا الرلاكسيشن بتاع العضلة لأنه بيحتوي على زنك ونحاس الرياضين هيخدوا ألبا مولتي فيت قرس واحد بس في اليوم قبل قبل التمرين بساعة بس يكونوا أكيد وكلين يعني قبل التمرين بساعة هيلقوا لو هو أخروا ساعة في الجيم هيلقوا لأ بساعتين وعنده باور ومش تعبين فبدعم لهم جدا ألبا مولتي فيت أكيد طيب قولنا برضو الولاد من سن الفوائد اللي بيقدمها ألبا مولتي فيت أنا شايفة أنها حلوة جدا فكرة مجموعة فيتامين بي فيتامين سي بنسبة 500 دي هيلة الزنك كان مين عن الزنك والنحاس سريعا لأصدقاءنا اللي مكانوش يمكن ركزوا فكرة أنه أهمية النحاس واحدة لاخد الزنك الزنك مهم جدا لكل العملية الحياة في الجسم ومهم للمناع ومهم الخصوب عند الرجال ومهم لكل خلية عندي بتجدد مهم للشعر للست مهم للضوافر للست طيب هل ينفع أخذ زنك تابلت على لونج ترن من غير ما أخذ نحاس لأ الزنك لازم حاجة اسمها كليتس يعني لو أي حال بتفرج علينا ماشي على مكامل غذائي على الزنك وبيأخذوا بالشهور من غير نحاس مش هيشتغل الزنك أصلا ياه طب دي معلومة هيلة يعني حضراتكم خدوا بالكم المعلومة دي جدا ألب مالتي فيت جامع بين الزنك والنحاس الاثنين مع بعض هاي ونسب معتدلة معتدلة الزنك تركيزه عالي النحاس تركيزه مش عالي لأنه ما ينفعش أغل النحاس أنا محتاجها يوميا with very small traces يعني مش محتاجة من حاجة بسيطة اه مش محتاجة من النحاس anti-age من الدرجة الأولى مضاد للشيخوخة من الدرجة الأولى هاي النحاس يمكن كمان بيعمل حاجة كويسة جدا نمو الشيب المبكر الشعر الأبيض اللي بيحصل لهم صح شيب مبكر فالنحاس بيقضي على القصة هاي والله يدندونة يعني شارفة قولك إيه بس خلينا آخر حاجة نستخدمه هي مرة في اليوم مرة في اليوم لكل الناس حتى أصحاب الأمراض المزمنة بياخدوه قرص واحد في اليوم بعد الفطر لو أنا بفطر كويس بس بعد الفطر بساعة على كبات مياه كبيرة مش أخد القرص واشرب ببقء مياه ونقول لهم ليه على كبات مياه كبيرة ليه حضراتكو عشان هي الفيتامينز إيه ووتر صليب بتضوف المياه بتضوف المياه بتشتغل أحسن ناخد كمية مياه كبيرة عليها أو بعد الغداء الرياضين ياخدوه قبل التمرين قبل التمرين نكونوا بس وكلين قبل التمرين بساعة حبيبتي دانونة بشكرك جدا بجد بشكر حضراتكو طبعا لحسن المتابعة تمنى يا رب دايما خلال فقراتنا مع دكتور دينا أبو الصعود نكون بنجاوب على كل أسئلات حضراتكو اسمحولي في البداية أشكر ضفتي لشرفتني ونورتني النهاردة دكتور دينا أبو الصعود مستشار الطبي لشركة بايو ناتشا نورتين يا دانونة حبيبتي ألو وبشكر حضراتكو لحسن المتابعة وتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى جثيرة نكون بنوضيف لحضراتكو على إجابات أسئلتكو ونضف لكم الجديد دايما واسمحولنا وقت بيخلص بسرعة وفي النهاية أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم في حلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعيدة و السلام عليكم